لن يمر عدان الزرفي رئيسا للوزراء في العراق ما لم يحظى برضى الكتل السياسية الكبيرة لا سيما الموالية لإيران هذه هي خلاصة اجتماعات الأحزاب الحاكمة التي كان آخرها في منزل عمار الحكيم ببغداد بما عرفت باللجنة السباعية الجديدة التي كان مصير اجتماعاتها الفشل كسابقاتها وباستثناء تحالفي سائرون التابع لمقتدى الصدر والنصر بزعامة دعبادي فإن رؤساء الكتل السياسية وبالتحديد الشيعية منها عقد اجتماعين منفصلين أحدهما لرؤساء الأحزاب والآخر لرؤساء الكتل في البرلمان لرفض تكليف الزرفي ولترشيح شخصية أخرى لتولي رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة لكن المفارقة في صراع الشركاء هي أن الكتل السياسية اعترضت على اسم الزرفي بعد تكليفه من برهم صالح بينما لم تعترض نفس الكتل عندما طرح اسم الزرفي قبل 72 ساعة من تكليفه وهذا ما لم يحدث في سياق اختيار رؤساء الحكومات السابقين وفقا لنظام المحاصصة الطائفية ويربط مراقبون التصدع السياسي الجاري بين الكتل الشيعية بإعلان فصائل تابعة لميليشيا الحشد انسحابها من هيئة الحشد على إثر ما قالت إنها خلافات داخلية معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام في واشنطن أشار في تقرير إلى أن انشقاقات الحشد وترشيح شخصية لرئاسة الوزراء لم تنى الرضا إيران شكلتا ضربتين موجعتين لوكلاء إيران في العراق وجاءت في وقت لم يتعافوا فيه بعد من ضربة تعرضوا لها مطلع العام الجاري بمقتل سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد ويشير التقرير إلى أن الخلافات بين القوى الموالية لإيران بعد ترشيح الزرفي تؤكد استمرار حالة التشضي والفوضى التي تعاني منها هذه القوى منذ مقتل سليماني والمهندس ترجمة نانسي قنقر